موسيقى بعد فشل جنوب إفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في إقناع أعضاء المجلس بإصدار قرار يدين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تحركت الجزائر في تجاه روسيا العدو الدائم بالمجلس ذاته وبادر وزير الخارجية الجزائري صبر بوقدوم إلى الاتصال بالممثل الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخايل بوقدانوف لتداول في مسألة نزاع الصحراء المغربية وجلسة مجلس الأمن الأخيرة وكشفت الخارجية الروسية في بيان على موقع رسميا الاتصال الهاتفية تمحور أثاثا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولية دات الصلة بنزاع الصحراء المغربية التحرك الجزائري يأتي بعد الجلسة التي عقد مجلس الأمن خلال الأسبوع الجارية بطلب من ألمانيا حيث عرضت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة وجاهت ودقة الإعلان الأمريكية الصادرة في العاشر جنبير الجارية الذي يعترف بثيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه وظهر التخوف الجزائري وفق مصادر متطابقة بعدما دعمت العديد من المداخلات بمجلس الأمن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مبادرة الحكم الداتية وهي الرسائل التي التقطتها البلدة الشرقية لتسارع للاستنجاد بموسكو أكبر حليف دولية للجزائر وتضغط الجزائر من أجل تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء في أسرع وقت ممكن وذلك بعد الدينامية الإيجابية والغير المسبوقة التي شهدت الأقاليم الجنوبية منذ تحرير معبر القرقرات وصولا إلى القرار الأمريكي الذي شكل صدمة لدى داعم ميليشيات البوليساريو وأثارت تصريحات السفير الأمريكي المعتمد لدى المملكة المغربية ديفيد فشر يوم أمس صدمت لدى من كانوا يروجون على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن ستتجاهل قرارات دولان ترامب بخصوص مغربية الصحراء وقنصلية الداخل وتنقلت وسائل علام جزائرية من بنية صحيفة الشروق مضامين حوار السفير الأمريكي وتأكيده أن اعتراف ترامب بمغربية الصحراء سيظل قائما مع الإدارة الأمريكية المقبلة وكانت صحيفة جونافريك كشفت أن النظام الجزائري يعول على لوبي أمريكية يعمل لحسابه من أجل دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن موقف دولان ترامب القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل واستغرب السفير فشر بعد التحليلات التي تحدثت عن إمكانية تراجع الرئيس المقبلة جو بايدن عن قرارات الرئيس ترامب بخصوص مغربية الصحراء وقال إن العلاقات بين المغرب وأمريكا قديمة جدا منذ عام 1777 من خلال الديمقراطيين والجمهوريين وشدد على أن القرار الرئيسي لترامب سيظل قائما وستكون لدينا علاقة اقتصادية دافئة ورائعة ثواء من داخل الإدارة الأمريكية الجمهورية أو الإدارة الديمقراطية وشرعت واشنطن عمليا في تنزيل قرارات الرئيس ترامب إذ وافقت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميث على إجراءات بدء إنشاء قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة وهو ما يعكث التزام الإدارة الأمريكية بمضامين التصريح المشترك الذي جرى توقيعه بين الرباطة وواشنطن دينامية جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وأمريكا وإسرائيل توجت بتوقيع إعلان مشترك وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الرباط وتل أبيب من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية من جهة ثانية بعد قرار الرئيس الأمريكي دولاند ترامب الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن سلسلة من الجهود الرامية إلى توسيع الاستثمار الأمريكي بالمغرب وتأذيذ دور المملكة كقطب اقتصادية بالقارة الإفريقية وإجمالا تعتزم هذه المبادرات رصد مبلغ خمسة مليارات دولار من الاستثمارات بالمغرب وعبر المنطقة وأكد ديفيد فشر سفير المملكة المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية أن الشراكة بين المغرب وأمريكا هي قديمة وقوية للغاية معتبرا أن الاتفاق الجديد بين البلدين يجعل هذه الشراكة أفضل وأكثر استدامة وكشف السفير فشر في حوار مع جريدة هسبريس المغربية أنه سيدهب في الأسبوعين الأولين لشهر يناير المقبل إلى مدينة الداخلة حيث سيكون مقر القنصلية الأمريكية في إطار البحث عن مقر تمثيلية ديبلوماسية لكنه أشار إلى أنه في البداية سيتم اعتماد ما يسمى بالتواجد الافتراضية قبل تعيين قنصل ومستخدمين وقبل الافتتاح الرسمية وأورد السفير الأمريكي أن اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعد خطوة كبيرة للغاية ويعني الكثير وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع شركائها للاعتراب بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية واستغرب السفير فشر من بعض التحليلات التي تحدثت عن إمكانية تراجع الرئيس المقبل جو بايدن عن قرارات الرئيس ترامب بخصوص مغربية الصحراء وقال أن العلاقات بين المغرب وأمريكا قديمة منذ عام 1777 من خلال الديمقراطيين والجمهوريين وشدد على أن القرار الرئاسي لترامب سيظل قائما وسيكون لدينا علاقة اقتصادية دافئة ورائعة سواء من خلال الإدارة الجمهورية أو الديمقراطية في الوقت الذي جرى فيه التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبية يوم الخميس بخصوص مرحلة ما بعد البريكسيت أكد رئيس الوزراء الإسباني بيررو سانشيذ أن المفاوضات مع لندن لا تزال مستمرة بخصوص منطقة جبل طارق التابعة للسيادة البريطانية والحاصلة على حكم داتية وهو الأمر الذي في حال ما لم يتم قبل انتهاء العام الحالي سيعني إغلاق الحدود بشكل تام بينها وبين إسبانيا والتوجه إلى المغرب كخيار بديل وأورد سانشيذ أن ماريد ولندن لا زالتات تفاوضان حول اتفاق مستقبلية يحافظ على حرية حركة الوضاع والأشخاص بين جبل طارق والأراضي الإسبانية وهو الأمر الذي تحاول إسبانيا إيجاد حل لها كون أن التعقيدات الحدودية والجمركية التي ستلي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستعني توجيه ضربة قوية لاقتصاد منطقة الأندلس وتحديدا مدينة لالينا ديلا كونسبسيون التي يوجد على أراضيها المعبر الحدودية والتي يشتغل عدد كبير من أبنائها في جبل طارق خاصة أن نسبة البطالة فيها تقارب فيها ثلثة عدد السكان وتخشى مريض أيضا فقدان العديد من العاملين في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية لهذه الثوق بسبب النظام الجمركي الجديد الذي سيفرد على الجانبين وهو المجال الذي سيكون مفتوحا لنضرائهم المغاربة الذين يستفيدون من اتفاق سابق جرى توقع بين المملكتين المغربية والبريطانية يوم الثادث والعشرين أكتوبر 2019 والذي يتضمن ثلاث آليات قانونية جزء منها يتعلق بالمجال الاقتصادية والتجارية وكان ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية المغربية الذي وقع الاتفاق مع أندرو موريسون كاتب الدولة لدى وزارة الخارجية البريطانية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد صرح حينها قائلا إن هذه الاتفاقية تتيح احتواء تأثير متوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتطور المستمر لعلاقاتنا التنائية وبالإضافة إلى ذلك ستتيح تبعات البريكسط فرصة أكبر لليد العاملة المغربية للتوجه نحو جبل الطارق حيث أن المنطقة المتمتعة بحكم داتية التي لا تتجاوز مساحة 6.7 كم مربعة والذي لا يزيد سكانها على 33 ألف نسمة تتمد كثيرا على تدفق العاملين الإسبان البالغ عددهم 15 ألف شخص كانوا يتنقلون بشكل يومي عبر البوابة الحدودية البرية دون سعقيدات باعتبارهم مواطنين أوروبيين الأمر الذي سيصبح مستحيلا في حال تم الخروج من الاتحال الأوروبي دون اتفاق بهذا الخصوص وتحول إسبانيا اللعب بورقة الحدود لدفع بريطانيا إلى القبول باتفاق يضمن مصالح الاقتصادية في المنطقة وهو ما تؤكد تصريحات وزيرة خارجية مدريدة أرناتشا جونزاليس لايا قبل أيام والتي نقلتها وكالتا إيفي وأوروبا بريث إذ أوردت أنه في حال ما لم يكن هناك اتفاق قبل فاتح يناير 2021 فيصبح هذا المكان جبل طارق حدودا خارجية بكل ما يترتب على ذلك من عواقب مضيفة سيتعين على إسبانيا حينها حراسة الحدود وتطبيق ضوابطها الخاصة ثواء فيما يتعلق بحركة البضائع أو الأشخاص ترجمة نانسي قنقر